طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحبة الرحمن أكمل طريق السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلامة عارفين الحقيقة جيدا هؤلاء يعرفون الحقيقة جيدا كما يعرفون أبناءهم وكما يعرفون أسماءهم النهاردة هنسمع كلام أنا باعتبر أنه هو كلام فوق ما تتخيل لأن للأسف في ملف النجم الطارق في ناس كتير جدا بتصدق وكالة الخديعة القبرى وكالة ناسا اللي عملة نفسها مش عارفة أي حاجة عن النجم الطارق بالرغم أنها أول من تكلم عن النجم من يبيره في فترة التمانينات نهاية التمانينات وسرعان ما أنكروا ما قالوا وقالوا ما فيش كلام من ده خالص ولا فيه نجوم وكذبوا موضوع النجم الطارق وكذبوا الرواية شكلا وموضوعا وفي ناس بتصدق أكالة ناسا لأن الحكاية حكاية غسيل دماغي ومخطط كبير على عقول البشرية خاصة العقل المسلم لأنهم عارفين أن الإسلام هو الخطر اللي جاي من ناحيته الإمام المهدي والملاحم ودرسين كل الكلام دوت ولذلك لا تستغرب لما تخرج علينا أحد أشهر المجلات وفي بريطانيا بتحدد لنا أول مكان هيضربه النجم الطارق وبتحدد لنا أول مكان بصورة واضحة جدا لدرجة أن أنت ممكن ما تصدقش الكلام اللي أنت بتشوفه بعينيك من شدة أنهم يعرفون جيدا حقيقة الأمر ده الناس دي أول حاجة عندها مراكز بحسية للكتب السماوية السلاسة التورا والإنجيل والقرآن والنجم الطارق أو نيبيرو أو نجم الآيات أو الكوكب ذو الذنب سميه زي ما تسميه موجود ومذكور بوضوح في الكتب السماوية السلاسة إحنا عندنا في القرآن صورة الطارق بتوضح بوضوح النجم الطارق وعندنا أو موجود عندهم بقى مش عندنا في التوراة وفي الإنجيل موجود بتفصيل كبير جدا كيف ستهلك الزانية الكبرى بكوكب مذنب لهو ذيل وتفاصيل دقيقة جدا فده من النحية البحسية الشرعية هم عارفين في الكتب السماوية ذكر كده بالنسبة لناسا واللي هي بتكتم على الموضوع التولسكوبات بتاعت ناسا رصده النجم الطارق وعايز أقولك إن هم متتبعين يعني رحلة النجم الطارق إلى الأرض بصورة أنت ما تتخيلهاش يعني التعتيم اللي موجود والله لا تتخيله بس أحيانا بيديك إشارات زي المقالة أو المجلة اللي هي البريطانية اسمها إكنوميست ومجلة إكنوميست البريطانية مشهورة أنها ذاتة ميول ماسونية والكلام ده لا يخفى على المطالعين والمتابعين خبر نشرته بيظهر أصدنا الخبر ده بيتكلم عن انهيار العملات الورقية وزوال التكنولوجيا الرقمية ده عنوان المقالة خلاص منتفئين وزي ما مكتوب باللغة الإنجليزية لكن دقق بقى في الصورة عشان تكتشف وطبعا الرسائل والماسونية العالمية بتوجه رسائل وهي دي طريقتها وهي دي طريقة الماسونية العالمية اللي هي بتوجه لك رسائل بس عايزة واحد ان هو يشغل دماغ وبتعملك أفلام كارتون وبتعملك أفلام خيال علمي وبتعملك كل الكلام ده يعني الأفلام الأمريكية وأفلام هوليود اللي بتتكلم عن النجم اللي هيضرب الكلام دوت هم مقتنعين به والكلام دي رسائل غير مباشرة بيوصلها للناس علشان خاطر يمهد ليهم القادم وهم عارفين القادم جيدا تعالى ندقى ندقى كده في الصورة بتاعت المقالة ايه منظر السماء ايه اللي بينزل على السماء دوت ده مزنبات نجم مزنب او نيزك او حاجة جاية من السماء ده المشهد طيب ايه المكان اللي موجود في الصورة دوت المكان اللي موجود في الصورة ده في مقاطعة امريكية اسمها يوتا في مقاطعة امريكية اسمها يوتا وده اول مكان في اعتقدهم هيدربوا النجم الطارق تخيل عارفين الموضوع بالمكان عارفين يعني بدقة شديدة الاماكن ان الطارق هيدرب هيدرب فيها امريكا قديك مفاجأة والحلقة دي هتلاقي فيها اكتر من مفاجأة ان بركان يولوستون قريب جدا من مقاطعة يوتا قريب جدا من مقاطعة يوتا فهم عارفين ان البركان بتاع يولوستون اللي هي يعيد انفجاره ويثور من جديد هو النجم الطارق والصورة دي رسالة علشان بيعرفك رسائل غير مباشرة الناس اللي بيحكموا العالم وعلى فكرة وهم بيحاولوا يستعدوا وبيعملوا اماكن تحت الارض بيعملوا مدن تحت الارض الصحراء الامريكية صحراء امريكا فيها انفاق وفيها مدن كاملة تحت الايه تحت الارض ومحدش دريان باي حاجة ومحدش عارف هما بيعملوا كده لان هما عارفين ودرسين النجم الطارق لان النجم الطارق ايها الاحباب مش اول مرة هيزور الارض ده ممكن دي تكون المرة الثالثة ولذلك هما يعلموا جيدا ان النجم الطارق اول ما هيبتدي يضرب هيضرب يوتا المقاطعة دي بتاعت يوتا وهيدرب وهينفجر بوركاني ولستون اللي لو انفجر ممكن يقتل تسعين الف شخص في اول ثواني زي ما فيه ابحاث بتتكلم ان التأثيرات القادمة اللي هتحصل هيترتب عليها غرق دول باكمالها وان الغرق لن يستغرق سوى 28 دقيقة خالب الابحاث بتاعتهم وصلة لايه عارفين كل حاجة هم عارفين كل حاجة بس هو عايز ان يخطط ويوهمك في نفس الوقت ان الامور طبيعية وتفضل انت كمسلم نايم حد ممكن يسألنا يعني كل الخطة دي عشان المسلم هو ايه قيمة المسلم انت كمسلم مش عارف ومغيب وفي حالة من الغفلة ومش عارف ان المسلم اللي انت اللي انت منهم واللي انت بتستقل بالاسلام والمسلمين ان ده اللي هيسود العالم في وقت اقرب مما تتخيل لذلك انت صدروا ليك الهزيمة النفسية ان المسلم ضئيل جدا ومين دول يعني المسلمين دول اللي احنا نعمل مخططات من من اجلهم هو وصل لك الفكرة دي دي حرب محكمة نفسية علشان تبقى مهزوم من قبل ان تبدأ المعركة مما اكد لي فكرة ان النجم الطارق زي ما هما بيبعتوا رسائل مباشرة او غير مباشرة للناس باماكن ضربات الطارق اللي هتبقى في مقطع تيوتا واللي هتبقى عند بركان يولوستون عندما ينفجر فقعد تفكر والله فعلا حصل الكلام وقلت لنفسي اشمعنا هذا المكان اكيد المكان ده فيه سر اللي بيدير الكون هو الله والله هو المنتقم والله سبحانه وتعالى الحكم العدل من اسمائه سبحانه وتعالى يملي للظالم ويظن الظالم ان هذا اهمال ولكنه امهال سبحان الله والله يقول في القرآن واملي لهم عارف يعني ممكن سنين مئات السنين آلاف السنين ولكن حق المظلوم لازم يجي عارفين المكان بتاع مخاطعة يوتا بوركان يولوستن والمكان ده لما بحست لقيت تاريخيا مفاجأة لقيت ان الهنود الحمر الاصليين سكان امريكا الاصليين اللي هما المسلمين اللي ما يعرفش ان الهنود الحمر دولت كانوا مسلمين ان الهنود الحمر دول تمت معهم اكبر مسبحة في التاريخ يعني عايز اقول لك الاف مؤلفة من القتلة تم عشان يحتلوا المكان ويقتلوا وينشئوا الحضارة الزائفة بتاعتهم ولذلك لازم يجي القصص لازم يجي القصص حق الناس المسلمين اللي تقتلوا وقتلوا الهنود الحمر اول مكان الطارق هيتضربه والطارق من جنود الله سبحانه وتعالى خير على اهل الخير وشر ووبال على اهل الشر اول مكان هيتضرب سبحان الله الموطن الاصلي للهنود الحمر اللي ذكر تاريخيا انهم عاشوا في هذا المكان يعني سنين تصل مثلا لتلات اربع تلاف سنة ولما دخل الاسلام اسلام قصة كبيرة جدا يعني الى التسع المقام اللي انا احكها لكم وقتلوا لما دخل الغزاة اللي هم عاملين نفسهم سكان امريكا الحقيقين دلوقت وهم سكان محتلين وقتلوا الهنود الحمر فلذلك كان من عدل الله ان اول مكان يضرب هو المكان ده علشان يحصل القصاص للايه من القتلة قبل ما خلص الكلام بتاعي لازم اقول لكم ان الفترة اللي جاي وسجله الكلام ده عني الفترة القادمة هتسمعوا كلام من هذا القبيل واماكن اكثر الطارق هيدرقها هيدرقها ومن تسريباتهم ومن التسريبات بتاعتهم هم لزي ما اكدت عليكم عارفين الحكاية كلها من اولها لاخرها يعني كنت حابب ان انا اعرض لكم مزيد من المقاطع في هذه الحلقة ولكن مش عايز ان انا اطول عليكم ولل حديث بقية باذن الله انتظرونا ايها الاحباب بعد قليل مع حلقة هم جدا فيها اخبار ومواضيع جديدة نسألكم الدعاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته